أهلا بحضراتكم جديد وما تخافش على الأهل طول ما الأهل بيتطور بهذه القاعدة المؤسسية الجميلة الأهل يا جماعة احنا كنا بنقول انه مش مجرد نادي لا احنا النهاردة بنتكلم في أربع عندية بنتكلم في شركات كبيرة بنتكلم في كيان مؤسسي منضبط جدا في خلايا العمل وفي الشرائين اللي بتربط كل المقارات مع بعضها وأجندة النشاط الرياضي مع الشركات المتخصصة عشان فعلا ما تخافش على الأهل طالما الأهل عنده هذه القدرة على النمو والتطور لكن تبقى ضربة البداية مقالي ومقاله بداية مشرقة لعام أكثر إشراقا إن شاء الله تعالى الحياة يناير تقدروا تقولوا شهر الانتصارات الأهلوية الكبيرة في مختلف اللعبات يمكن الجماعي منها والفردي في يناير وصل بطل الإسكواش المصري العالمي مصطفى عسل لصدار التصنيف لعب الإسكواش في العالم وده كان إنجاز كبير جدا تشوفه من خلاله الإسهام الكبير اللي بيحققه النادي الأهلي للرياضة المصرية مصطفى عسل يتبوى صدارة التصنيف الأول في أبطال الإسكواش ونتمنى بالمناسبة إن كل الجهود تتلقى لحل مشكلته مع اتحاد الإسكواش مع ربطة اللعبين والمحترفين وأي مشكلة مصارى نتمنى إن وزارة الشباب يكون لها دور فاعل مع الاتحاد ووعة أسرته ومع كل الأطراف لإحتواء هذه العزم يعني أنا عايزة أعرف هو لعب تصاعد بسرعة الصاروخ طبيعي إن يبقى عنده حماس جارف ويبقى أسرته سعيدة بيه فرحانة إيه الفكرة إن نقعد نعمل مشاكل وحتكيكات وتلكيك لواحد في بداية حياته يعني إيه الفكرة الصعوبات اللي يبدأ بيها واحد زي دا وبعدين هو قال جملة مهمة جدا قال أنا عايزة ألعب باسمه مصر ما فيش شيء غيرين يألعب برا مصر مش عايزين نبدل نضغط عن ناس لحد ما بعد كده نندهش إنها ليه بتمشي مصطفى واخوه موهوبين ولما يكون عيلا مطلعتني زي دول وراهم أسرة مؤكد عمل التضحيات أساس بارين جامدة أسرة بطلة لأ عمل التضحيات فالأب لما يبقى والأم عاملين هذي التضحيات بيدون نفسهم بعض الحق اللي الناس بتستكتروا عليهم إنه بعدين بيشجعوا بطريقة معينة يبقى ينفعل طبيعي إنفعالات طبيعية ما بيهنوش حد ما بيهنوش حاجة يعني إنما نقعد بقى إن لما بيحصل معكابة سعر الحفيز كده الحكام أكتر ما يبتبص في الملعب تبص على الدكة عشان تشوفوا دقام كده تجري عليه تجري عليه إيه ده إحنا في إيه يعني يعني الحقيقة عايزين دنيا تهدى شوية خصوصا اللي معه القرار اللي معه القرار أنت القوي ما تروحش في الهايفة وتتصدر وتسيب الكبيرة صحيح تسيب الكبيرة وتسيب الصغيرة بس الصغيرة الحقيقة بطلة مش صغيرة أبدا ده النجمة الزهبية هانا جودة أنا بقول لكم إسهام الآله في الألعاب الفردية إسهام على المستوى الدولي إحنا بنتكلم على المستوى الأول هانا جودة معجزة تنس الطاولة في العالم بتصل وبتحافظ خلال هذا الشهر على صدار التصنيف نشآت تنس الطاولة حول العالم فأكتر من مرحلة فبصوا بصوا الإنجاز ماشي لفين والمستوى طبعا دينا مشرف بطلة أفريقيا وعندها تصنيف علامي كبير على مستوى البنات الكبار دينا الخضرامة طبعا وخلد عصر نفس الحكاية حقق إنجاز كبير جدا عمر عصر عمر عصر وصله هذا الإنجاز الكبير خلال هذا الشهر دي في الألعاب الفردية أو أبرز ما في الألعاب الفردية في يناير لكن في الألعاب الجماعية فكورة القدم أنا بقول لكم ده ما شاء الله عام أكثر إشراقا الأهل الذي يتأهب للسفر لكاس العالم للمرة التامنة في رقم كبير جدا لم يسبقه إليه إلا منافسه في المباراة الأولى أوكلاند سيتين نيوزلندي إن شاء الله تعالى يوم أول فبراير لكن الأهل له رقم قياسي أنه النادي الأكثر مشاركة في عدد المباريات في بطولة العالم فبصوا أنتم بتتكلم على أنا بكلمكم على مستوى عالمي أنا بس أعايز أقول حاجة هو مستوى المنافسة اللي من خلالها يذهب الأهل إلى كأس العالم الأندية ومستوى المنافسة التي يذهب من خلالها أوكلاند إلى الأوكيانوس الأوكيانوس لما تقارنها بأفريقيا اللي غارب أفريقيا وسط أفريقيا غنوب أفريقيا وشمال أفريقيا يعني كل منطقة من دول أقوى من الأوكيانوس كلها الأوكيانوس هاتلي كان بلعيب تعال شوف أنت في أفريقيا معظم المواهب على الساحة الكروية العالمية من أفريقيا دلوقتي صحيح ولهذا الانتصارات الأهلي لها قيمة عالية جدا لأنها من ظل منافسات في كرة ومواهب ويعني على رأي المواهب في أفريقيا ترمي البجرة تطلع مئة شجرة صحيح